إلى ذلك وجه الاتحاد الدولي للصحفين انتقادا شديدا لهجة للنظام القطري باعتبار قطر واحدة من بين عدد محدود من الدول حول العالم التي تحرم الصحفيين من حق التنظيم النقابي وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية دعية أميرة قطر إلى تغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة